اشتركوا في القناة والعديل من الخصوص التي تعزز من صحة الجسم ويقوي البصل من مناعة الجسم ضد الكثير من الامراض المزمنة ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الغذائية القيمة الغذائية الموجودة في البصل الاخضر يحتوي البصل الاخضر على فيتامينات مفيدة للصحة مثل فيتامين اي وفيتامين سي ومركبات فيتامين بي 6 بالاضافة الى انه مصدر جيد جدا للالياف التي تساعد في تحسين كافية المعدة والجهاز الهضمية ويحتوى ايضا على مجموعة من الاملاح المعدنية مثل الكاليسيم والفسهور والكبريت والعديد من مضادات الاكسادة ولذلك في هذا الفيديو سوف نقدم لكم اهم الفواد الصحية المذهلة لتناول البصل الاخضر متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيبة وهذا لاستخدام اكثر امين البصل الاخضر اثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة ان تناول البصل اعضر بشكل منتظم يعزز من قوة العظام ويمنع الاصابة بالكسور البسيطة كما انهم مفيد جدا في نمو الاسنان بشكل صحي ويساعد البصل في الوقاية من مرض هششة العظامة عند السيدات عند انقطوع الطنفة فيما يعرف بسن الياسة ويحتوي عن نسبة جيدة من فيتامين اي الذي يعزز من حماية العين ويمنع الاصابة بامروض الشبكية ويساعد تناول البصل اخضر في زيارة كفاءة الجهاز المناعية لانه يعمل على طرد الجراثيم والطفيليات من الجسم مما يزيد من مقاية الجسم من الاصابة بالامروض البكتيرية والفيروسية يستخدم لتقليل حدة اعراض نزلات البرد الحادة والانفلونزة لانه غني بفيتامين سية كما انه مفيد في خفض درجة حرورة الجسم ويحتوي على العديد من الزيوت الطيارة التي تطهر الجهاز التنفسي من الشوائب كما انه فعال في علاج السعالة الدكية والربوة الشعبية ويقلل من حدة الحساسية الموسومية التي تنتشر فيما بين فصلية الخريفة والشتاء البصل اخضر هل تعلم بان تناول البصل اخضر طرد للبلغم المتراكم في القصبة الهوائية ومنظف جيد للشعب الهوائية ويساعد في علاج التهاب الجوبة الانفية ان تناول البصل اخضر يزيد من مناعة الجسم ضد امراض السرطون لانه غني بمضادات الاكسادة التي تعزز من قوة خلية الجسم ومنع تلفها ومن اكثر انواع السرطون التي يقين منه البصل اخضر هو السرطون الرئة ويحتوي على مضادات الالتهابة مثل مركبات الكيرستين والتي تساعد في التخلص من التهابات المعدة المزمنة كما انه غني بالاليافة التي تعزز من عملية هضم الطعام وتقالل من الاصابة بعسر الهضم ويساعد ايضا في التخلص من الفضلات المتراكمة في الامعاء والقولون ويساهل من عملية الاخراج ويمنع الاصابة بالامساك هل تعلم بان البصل يساعد في علاج عدوى البواسير البكتيرية ويساعد في الوقاية من التهاب القولون ويساعد تناول البصل في علاج التهابات الفم واللثة والحلقة ويساعد في حماية العصوب من الالتهاب كما يحسن من أداء الجهاز العصبية المركزية استخدم البصر الأخضر في الموض لعلاج تورم القدمين عن طريق وضعه في بعض الماء وصناع جينة تود على القدم للتخلص من التورم ويحتوي البصر الأخضر على الكبريت الذي يعمل كمضوض لتجلط الدم مما يزيد من نسبة الوقاية من أمراض القلب مثل إنسليد الشرين التاجية وتصلب الأوعية الدموية هو الشرين لأنه يعمل على منع ترسب الدهون المشبعة في الأوعية الدموية مما يساعد في الوقاية من جلطة القلب والدماغ هل تعلم بأن تناول البصر الأخضر الطوزج أو المطبوخ يقلل من مستويات ضغط الدم المرتفع ويعزز من صحة الجهاز الدوري ويساعد في عدم تناول الطعام بكثرة لأنه يمنح المعداء الشور بالشباع ومن ثم إنقوص الوزن بشكل فعيل يأتي البصر في المرتبة الثانية بعد الثومة في تنشيط الرغبة الجنسية عند الرجال كما أنه مفيد في التخلص من ضعف الانتصوب للعدوى الذكرية ويساعد البصر لأخضر المرأة الحامل بشكل كبير حيث أنه يمدها بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات التي تحتاجها أثناء الحملة مما يعزز من صحتها ونشاطها ويمنع صعبتها بالعديد من المشكلات مثل الإمساك وضعف العظوم والأنمية الحادة كما أنه مفيد للجنين حيث يساعد في نمو الجهاز العصبية بشكل سليم ومنع التشوهات الخلقية متابعين الكروم إذن لا يزال الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل يقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر